السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم ما عمل ايه كل عام وانتم بخير والصحة والسعادة والحاجات الحلوة دي كلها ان شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة في فحص الجزء التاني من فحص CTFace طبعا احنا احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن ازاي بعمل وازاي بازبط الصور على ال MBR النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض ازاي بقطع او بعمل في ال MBR بشكل كامل طبعا بابدأ بالبون ويندو اجي على البون وحاول ان انا اشرب الصور شوية بحيس يبقى البون تحتي شارب بشكل كويس كده زي ما حضركم شايفين باجي بعد كده بختار من هنا الباتش واجي انزل زي ما اتفقنا بنقطع البون من تحت الفوق باجي هنا اهو بنزل تحت شوية اهو بغطي الماندبل تماما اقول له فروم واطلع فوق خالص اهو بشكل كامل اغطت الفيس تماما اقول له واجي اقول له انا عايز من دول تسعة وانشرين صورة بتاعتي بالنسبة الفيس بتكون تلاتة واجي اقول له اجي هنا اقول له اقول له اجزيل اهو ده بالنسبة للفيس كامل تماما باجي على الكورونال اقول له انا بجيب من وراء القدام بجيب منين في الفيس في فحص الفيس بغطي الباوس تي ام جي نهائي بغطي يوم خالص غير البارانيزل انا بابتدي من هنا من عند ما بغطي البارانيزل زي ما حضرككم شايفين بابتدي من هنا لحد قدام لكن هنا انا هارجع وراء خالص اغطي التي ام جي نهائي هابتقدر تقول نبدأ من عند البتراسبون تمام نبدأ من عند البتراسبون لحد قدام ده البتراسبون هيت هابتدي من عندها اقول له واتحرك لقدام زي ما حضرككم شايفين كده اهو خالص اغطي النوز واقول له انا عايز من دول تسعة وشرين صورة سيكنس تلاتة واقول له هاجي هنا اقول له انا عايز اه ريفرنس للفحص هقول لي خد الرفرنس مثلا من ده اقول له خلاص ماشي هقيت الرفرنس الساجتل ده فيش مشكلة وايجي اقول له سيف باتش واقول له سيف باجي بعد كده اقول له انا عايز بقى الساجتل الساجتل زي ما اتفقنا انه بيكون عندي حاجتين اه بيكون عندي اساس حاجة اساسية فيه ان انا بشتغل من الشمال اليمين فباجي على الصورة دي وليكن مسلا اقول له تحرك كده بشيل الاول كطات الكرونال باجي من هنا كده اقول له انا عايز ابتدي من هنا بغطي خالص من هنا هوت اقول له انا عايز ابتدي من هنا كده اقول له اقول له واعادي من الناحية التانية لحد ما غطي او زي ما حدراتكم شايفين كده واغطي القربة تمامة تمام اقول له اقول له برضو انا عايز تسعة وشيلين صورة تمام على سكنس تلاتة واقول له الريفرنس بتاعي هاخد الريفرنس الكورونال ولا الاجزية هاخد الاجزية الافضل واقول له اوكي واقول له سيف باتش السجتل واقول له اوكي ده السيف باتش من الشمال اليمين تمام بعد كده باجي على باجي على باجي على زي ما اتفقنا بنتضعم انه تمام اجي على وانزل تحت خالص عند المانديبل اغطي المانديبل تماما اقول له اطلع فوق لحد ما غطي الفيس كلها او زي ما حدراتكم شايفين كده اقول له اقول له نعايز من دول تسعة وعشرين صورة ثلاثة واقول له هاتلي الرفرنس بتاعي اللي هو اقول ياكم مسلا ده واقول له اوكي واقول له سيف باتش واقول له اجزيل سيف باتش اعم بكتير باروح بيه على البون على التفاصل انا عايز ايه من فحص الفيس انا عايز ايه من فحص الفيس يعني انا لما اجي اطبع lcd عايز ايه انا الفكرة كلها ان انا باشوف الجزء ده كامل بشكل كامل من الكورونال طب من الساجتال انا مش عايز الاسقال في حاجة ولا عايز الاسقال من فوق ولا عايز الاسقال من ورا انا عايز الاسقال لحد ما غطي منطقة الفورونت من هنا لحد ما غطي مثلا التمبرالبون بشكل كامل واجي من بعد الايه طيب هنجي هنا باجي على العلامة دي اللي اتفقنا عليها اللي هو باجي هنا باجي بادوس على دي زي ما اتفقنا دي ما بنعمل واجي هنا اقول له انا عايز اشيل حاجات دي كلها كل ده مش مهم عندي واجي اروح قاطة قاطة ولف تاني كده عشان بيقطع كل الورة ده بس ده المهم عندي تمام باجي هنا بحيس ان انا ااخد جزء من هنا عشان يبقى شكلها كويس تمام لو جيت ان انا اعمل روتيشن بحيس ان انا اشوف الفحص بتاعي او زي ما حضراتكم شايفين كده بس هو ده المهم بالنسبالي في فحص الفيس تمام وهو ده اللي انا محتاجه من الفيس تمام زي ما حضراتكم شايفين كده طبعا بيكون عندي فيز يدات بسيطة في الفيس كده بحاول ان انا اشيلها قدر المصطفى باجي هنا اقول له مش اللي الجزئية دي الجزء بتاع السيربايكل تمام لما اجي اعمل روتيشن هبص عليها تاني كده تلاقيها مش موجود في جزء كما في جزء صغير اللي هو ده اشيله اشوف الناحة التانية في جزء صغير برضو احاول ان اشيله هاجي للصورة الفرونتال بتاعتي اعمل زي ما حضراتكم شايفين كده هو ده الصورة ال 3D اللي انا بحتاجها في الفحص التاعي بحاول ان اعمل روتيشن سيرجتال زي ما حضراتكم شايفين كده في حتة بناية صغيرة قوي برا هنا من السقل بحاول ان انا اشيلها معي وبعد كده برجع للصورة الفرونتال بتاعتي باجي بالروتيشن واطلع بيها فوق شوية بحيث ان يكون الفحص بتاعي كويس اقول زي ما حضراتكم شايفين كده باجي للصورة الفرونتال العادية خالص ارفع دي فوق شوية تمام واجي بعد كده اقول له زي ما اتفقنا ان انا لما باجي اعمل اقول له نعايز مسلا عشرين صورة من السري ده واقول له لفلي ناحية الرايت عكس عارب الساعة زي ما اتفقنا اه اقول له نعايز عشرين صورة لفلي عكس عارب الساعة واقول له بعد كده باجي على باجي دي الحالة طبعا بخش على الفيلم الاول بخش على الفيلم الاول لو في اي حاجة عليه بمساحها عشان يبقى الفحص بتاعي بداية اه جديد باجي ببعد الصورة على الفيلم بحيس تبقى بالنسبة اللي جاي او زي ما حدوك شايفين ببعد الصورة وبعد كده ببعد نفسه ببعد وبعد وبعد كده ببعد ببعد الرفرنس التاعي وبعد كده ببعد ال تمام وبعد كده بخش على الفيلم زي ما اتفقنا احنا بنشتغل على تلاتين صورة باختار تلاتين بيبقى بالمنظر ده وطبعا انتو عارفين الطباع على الفيليبس 16 بتكون اه عامل ازاي فانا هازبط الافلام وارجع لكم مرة تانية بحيس تشوفوها بشكل كامل على الفيلم وازاي بنتبعها عشان ما تقطوش حاجة من الفحص بتاعك اهو زي ما هدركوا شايفين الاجزي اللي طبعا بيكون معايا بحاول لنا غطي المندبل من تحت بغطي المندبل كامل بالاسنان بغطي وانا لما بطلق بغطي المكزلة المكزلة بتكون كاملة طبعا البرانيزل بيكون واضح بشكل كامل الناحيتين بيكونوا واضحين بشكل كامل كما حدركوا شايفين التمبرالبون بتاعتي بحاول انا اظهرها معايا قدر الامكان ما قطوشش البرانيزل من قدام اه ادي بجيب يعتبر بجيب نص الاسقل وانا طالع او زي ما حدركوا شايفين كده لحد ما غطي الفيس تماما والفرونتالبون ويكون الابسس بيكون واضح معايا بشكل كامل من تحتها هوت او من قطوش تماما ادل كورونل بس زي ما اتفقنا بدل ما ببدأ من عند التيم جي بحاول ان انا ارجع وراء شوية وابدأ من عند البتروس بحاول بكون طبعا مصغر الصور شوية بحيس ان انا ادمج الفحص كامل واجيب جزء من السكال معايا واغطي القرب تماما من فوق واغطي الماندبل من تحت تماما وهدي الابسس برضو اللي موجود او التيومر اللي موجود الله اعلم هو ايه لسه بعد كده بنيجي مع بعض على الساجتال الساجتال طبعا بكون مغطي الماندبل من تحت اهو لحد سواء ادي الليفت سايد بتاعتي وادي الرايت سايد بتاعتي واغطي الماندبل من تحت واغطي نصف او باغطي الفرونت البون من فوق واغطي القرب تماما وهدي برضو المشكلة اللي موجودة معايا في الماندبل طبعا صوفتي شو بحاول ان انا اصغر الصور شوية بحيس يشوف بص على الصوفت بشكل كامل لحد برضو ما بغطي نصف الاسقال معايا ما مقطوش اما حاجة النوز لان هي جوز من الفيشل بون او الفيشل عموما يعني طبعا دي المشكلة اللي موجودة معايا في الماندبل باكون مغطي حواليها الصوفت شو بحيس يقدر يبص على الفحص بتاعه زي ما هو عايز وكده الحمد لله نبقى انتهينا من الفحص وهنشوف مع بعض دلوقتي برضو 3D وازاي بطبعه بعد كده باجي على 3D انا طبعا معايا 20 صورة 3D طبعا الفرونتل بيكون واضح بشكل كامل بحاول ان انا اطلع فوق في الفوضي اغطي الماندبل من تحت ادي المشكلة بتاعتي اللي موجودة في 3D زي ما حضركم شايفين اهم حاجة مقطوش اي حاجة من الفحص تماما كل الفحص 3D اللي انا خدته من الفورمات او من 3D بحاول ادمجه معايا في الفحص بحيس اقدر اشفص الحالة بشكل كامل وكده الحمد لله نبقى انتهينا من فحص cd face بكل متطمباته من الامجينج من الامبي اار الفورماتينج والفيلمينج بتاعه سواء الكطات السيريز بتاعته او 3D بتاعه الحمد لله انتهينا من الفحص لو اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك اشترك على القناة لو انت لسه جديد فعل زر الجرس عشان يوصل لكل فيديوهات شكوكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته